موسيقى ضيفنا اليوم هو الأستاذ طيب بركة مدرس اللغة الأمازيغية مزداد بدور أملون دوتينست بجماعة إسفن إقليم طاطا تلقى تعليمه الإبتزاء والإعداد بمسقط رأسه ثم التعليم التانوي بطاطا حيث حصل على البكالوريا سنة 2016 ثم على الإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة بن زهر بأجدير سنة 2019 وذلك في القانون الخاص ثم على شهادة الماستر في قانون العقار والتعمير سنة 2021 مارس الأستاذ طيب بركة تدريس اللغة الأمازيغية كما يتابع حاليا دراسته طالبا بشعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين شق بالدار البيضاء استمعت ما السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين الأعزاء ماساء الخير كنحيكم وكنرحب بكم في حلقة جديدة برنامج أضواء الأمازيغية موضوع هذه الحلقة مخصصة لحرف اللغة الأمازيغية الحرف الأصلي حرف تيفيناغ الذي يرمز لتاريخ طويل ويرمز أيضا للعمق التاريخي ولهوية الأرض المغربية حرف تيفيناغ صبح هو الحرف الرسمي لتدريس اللغة الأمازيغية منذ 10 فبراير 2003 يعني أزيد من 20 سنة وهو الآن في المؤسسة التعليمية في بلادنا لكن خارج المؤسسة التعليمية وخارج النظام التربوي كي يبقى في المجتمع دائما نقاش حول حرف تيفيناغ لناس بسبب أنه ما كانش عندهم استيعاب وما كانش داخل المدرسة المغربية ووسائل الإعلام المغربية التعريف بالتاريخ العريق للمغرب ما كانش حرف تيفيناغ موضوع معرفة عند العديد من المواطنين ولكن منين صبح رسمي بدأوا الناس كيقربوا من هذا الحرف لكن هذا الحلقة بغينا فيها نعرفوا الحصيلة ديال التدريس بحرف تيفيناغ موقع هذا الحرف العالمية العملية التعلمية ديال اللغة الأمازيغية مدى تقبل تلاميذ لهذا الحرف الرأي اللي كعبره عليه الكبار حول حرف تيفيناغ إلى أي مدى هو رأي واقعي بالنسبة لمن يمارس العملية التعليمية داخل الفصل في مثل هذه القضايا الدقيقة كيكون صاحب الشأن دائما هو المدرس هو الذي يمارس العملية ديال التعليم وعنده علاقة مع التلاميذ وكيعيش هذا المجال اللفظي العاطفي في احتكاكه بتلاميذ وهو اللي قدر يعطينا النظرة الواقعية والدقيقة حول تعليم اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ لما بقاش فقط داخل المدرسة بلخرج للفضاء العمومي وصبح في واجهة المؤسسات وفي علامات التشوير لمناقشة هذا الموضوع معنا واحد من الأساتذة الممارسين لتدريس اللغة الأمازيغية سي طيب بركاء وستاد اللغة الأمازيغية بالرباط كان رحبو بك سي طيب أزول في الله ثانم ميرت فتوزين كغا وسيسن غالسا أزول مستحماد ثانم ميرت نكبهراف وسنوب جينك دو سيسنك نا استرغانا سيدنا دي فاوت فكلو ما يزدين دو سنا تمازيغ دو تتليد تمازيغ ثانم ميرت مرحبا سيدات والسادق قبل ما نبدأو الحوار مع الضيف ديالنا كنحيلكم على تقرير أول كان تاريخ العاشر فبراير ثلاثة والفين يوما مشهودا بالنسبة للحرف الأمازيغي تيفيناغ حيث قامت الدولة المغربية بالاعتراف به رسميا على أعلى مستوى حرفا لكتابة اللغة الأمازيغية سواء في التعليم أو في الواجهات العمومية والوثائق الرسمية وقد نتج عن هذا الاعتراف فتنميط إملائية هذا الحرف من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراجه في تقنيات العالم الرقمي ومعدات الحاسوب والبرامج والتطبيقات المعلوماتية كما تم اعتماده في إصدار أولى الكتب المدرسية سلسلة تفاوين تمازيغ ليحصل بعد ذلك سنة 2004 على اعتراف دولي من هيئة إيزو يونيكود لتقعيد الأبجديات العالمية وبهذا انفتحت أمام الحرف الأمازيغي الذي كان شبه محظور قبل هذا التاريخ أفاق جديد وطنيا ودوليا وأهمها اعتماده في نظام الويندوز وفي الفيسبوك وكذا تعليمه داخل المدارس المغربية باعتباره واحدا من المبادئ الأربعة لتعليم اللغة الأمازيغية والتي هي الإلزامية التعميم الأفقي والعمودي التوحيد وحرف تفيناغ سي طيب بركاكة مارسو تعليم الأمازيغية منذ سنوات وفي خضم هذا النقاش حول حرف تفيناغ بغينا نقرب المشاهدين تدريش اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي تفيناغ أولا بغينا نعرفوا شنا هي المبادئ والأسس التي يقوم عليها تعليم اللغة الأمازيغية بحرف تفيناغ أولا في بادي الأمر يجب أن نعلم بأن منهاج اللغة الأمازيغية أو ما يسمى بالتوجهة الطبوية والبرامج البداغوجية خضع لتعديلات مؤخرا فيما يتعلق بالطرق النهجية لتدريس اللغة الأمازيغية ككل بمكوناتها الستة ومن بينهم المكون كتابة فكن القول بأن من بين أهم المبادئ التي أريد أن أذكرها يتعلق الأمر بمبدأ تدرج هذا المبدأ أساسي جدا في تعليم اللغة الأمازيغية إذا اكتصرنا الحديث حول مكون الكتابة سوف نتحدث على التدرج في تقديم الكتابة بدءا بالحرف شكل الحروف ثم بعدها يأتي تعليم المقاطع المكونة من حرفين على الأقل ثم الكلمة ثم بعدها الجملة ثم الفقرة ثم بعدها نص قصير وبتالي فهنا يتجلى يعني عمليات تدرجية من الحرف إلى الفقرة نعم والنص تماما وتمت مقاربة هذا المبدأ التدرجي على مستوى مكون الكتابة قربته بالمستويات في المستوى الأول يتم تعليم هذه الحروف كاملة 33 حرفا يعني في كل مجزء كان يلقى 6 حرف في أسبوع واحد حرفين يعني حرفين في كل أسبوع ثلاث أسابيع يعني تعليم 6 حرف في الأسبوع الرابع يتم تعليم تعليم هذه الحرف 6 في الأسبوع الرابع مجموعة وبعدها الأسبوع الخامس يأتي التقويم تقويم المتعلمين في مدى تمكنهم من كتابة هذه الحرف وفق المعاييرها الأساسية ثم بعدها في المستوى الثاني حيث كان نوجد بأن هذه الحرف دي اللغة الأمازيغية فينا كان نلقوا بأن مجموعة من الحرف كتشابه فالأشكال الهندسية ديالها كان نلقوا متلاتات مربعة دوائر وخطط كان نلقوا بأن مجموعة من الحرف مثلا عندها شكل دائري وبالتالي في المستوى الثاني يجب أن يتمكن المتعلم من تمييز الحرف الدائرية فيما بينها وتمييز المتلاتة فيما بينها وتمييز المربعة فيما بينها والمخططة وكذلك الممزوجة حيث هناك في الأفتيفنا هناك بعض الحرف الممزوجة كانت قوم مثلا دوائر أو أنصف دوائر مع خط أو متلات مع خط هذه الحرف يجب أن يميز بينها المتعلم في المستوى الثاني في المستوى الثالث ينفتح المتعلم على كتابة الجمل يعني هنا يقوم بإنجاز تمارين يتم تلقينه بكيفية كتابة الجمل مع احترام الإملائية المتعلقة بها والمعجم الذي تلقى المتعلم خلال المستويات الأول والثاني ثم الثالث وبعدها في ابتداء المستوى الرابع يتمكن المتعلم الكتابات فقرة صغيرة ثم نص قصير في المستوى الخامس والسادس وطبيعة الحال هذا فيما يتعلق بالمبدأ الأول الذي تحددت عنه المبدأ التدرج في تقديم المحتويات مكون الكتابة المبدأ الثاني هو التكامل مبدأ التكامل كذلك أساسي جدا في تعليم مكون الكتابة هذا مبدأ التكامل يتعلق بالتكامل بين اللغة الآن في المنهج الطرباوي للتعليم الابتدائي كان نلقوا بأن نفس الحرف أو نفس الحرف التي يتعلمها المتعلم في اللغة العربية والفرنسية نجدها يتعلمها في الآن ذاتية أو في المجزوء نفسها في اللغة الأمازيغية وبالتالي هذا يجعل المتعلم أنه لا يقع لديه أحد الخالط حيث ينقو أحيانا بأن حروف تشابه مع حروف ديالتي في فرنسية مثلا ويقرأ في المجزوء الخامسة مثلا وفي المجزوء غير الخامسة في الأمازيغية يقرأ حرف آخر ذائري حرف الر مثلا وبالتالي باش ما يتخلطوش لي كيتمكن أنه يقرأ حرف أو بالأمازيغية في المجزوء الأولى ويميزو بالحرف أو في الفرنسية ويعرف بأن هذاك دائرة واحدة وفي الأمازيغية دائرتين صغيرتين وبالتالي كيتدارك أن هذا الخالط ما يوقعش ليه فيما يتعلق بالحروف يعني كيعرف بأن هذا الحرف رأى أو في الفرنسية وديل الأمازيغيرات دائرة ماشي دائرة ومن بعد سيكتشف بأن دائرة كبيرة في الأمازيغية يرمشي وهكذا إذن هذا هو تكامل بين اللغات وكين تكامل بين المكونات أو تاني يعني كين تكامل بين المكونات مثلا المعجم مكون أموال التونيتين أو المعجم لتلميذ كيعرف به الكلمات ديال اللغة والمعاني ديالها نعم في كل مجزوء ينفتح على المعجم المجزوء وهذا المعجم يتم متوظيفه ليس فقط في المكون ديال المعجم ولكن في باقي المكونات ديالها مكونات كتابة إذن هناك تكامل بين جميع المكونات أيضا جميع الأنشطة لأن ما يتلقى المتعلم في جميع المكونات يستثمره في مكون الكتابة عن طريق انتجه الكتابة في مستويات الرابع الخامس السادس وفي كذلك قراءة العبارات والكلمات في المستويات الأول والثاني والثالث فشنه هو الموقع ديال هاد المكوين اللي هو الكتابة بالأمازيغي الكتابة بحرف تيفيناغ في ضمن توزيع ديال المواد ديال التدريس كنلقوا بأن مكوين الكتابة أساسي جدا ليس فقط كمكوين في حد ذاته يعني هو مكوين نقدر نقوله أداتي يعني هو أساسي وكذلك أداتي في مكونات الأخرى لأن مثلا التعليم الأنشودة مثلا يقف على مجموعة من المراحل بدءا مثلا بتعريف موضوع الأنشودة ثم بعدها قراءتها وشرح مضامينها ثم بعدها يقرأها المتعلم يعني ينشدها ثم الاستخراج القيم يملكينا فيها أو نقضيها إن شئنا ثم إذن هذه المراحل الأنشودة يتعلمها المتعلم في المستوى الأول كمبدأ عن طريق الاستماع يعني لا يستطيع أن يتعلمها عن طريق المشاهدة أو الكراءة لأنه لم يتعلم بعض لم يتعلم بعض الحرف ولكن في المستوى الثاني ثم الثالث والرابع ثم المستوى الآخرى يتمكن المتعلم من تعلم الأنشودة عن طريق الاستماع والقراءة مثل التعلم عن طريق حستين ليس هو التعلم بحسة واحدة المهارات تتكامل هنا تتكامل مهارات بين السمع والقراءة دي النص نعم أعطيت مثال غير فيما يتعلق بمكون الأنشودة هناك أمثلة أخرى مشروع الوحدة مثلا في جميع المستوى المستوى الأول كذلك عندما يتمكن المتعلم من الكتابة سيتمكن من استثمار المعجم دي المجزوءة مثلا للعائلة معجم العائلة سينجيز مثلا شجارات عائلة وبالتالي يوظف ما تلقى من المعجم بابا إما وغيرها من أسماء أفراد العائلة وكتابتها في مشروع الوحدة وهذا يسر كذلك المعرفة بالحروف كيزد رصخ المعرفة بالحروف لأن كتابة دي الأسماء للأسراء والأقرباء كيسهل عملية المعرفة بالحروف كذلك تماما تماما وغيرها يعني من المكونات مكونات مشروع الوحدة للناشيد ثم التواصل وغيرها فدائما مكونات الكتابة يساعد على 200 المهارات كما قلت المستد لأن تعلم بحساتين وأكثر ليس هو تعلم بحسة عن طريق حسة واحدة نعم وفين كتبنا الأهمية دي الكتابة بحرفتي فينا وتدريس باقي المواد يعني دي الأمازيغية دي تدريس اللغة الأمازيغية يعني باقي المكونات باقي المكونات يعني أني نفس نفس الفكرة فيما يتعلق بتدريس المكونات مثلا مكونات الكتابة كما قلت فهو مكونات أساسي القراءة والتواصل إلى جانب كونه مكونا آداتيا يمكن المتعلم من ليس فقط بناء الكفاية التواصلية بل بناء الكفاية أخرى عن طريق الانفتاح على الغير وتقبل الرأي الآخر وكذلك عن طريق التعبير على حاسسه وتعبير على أفكاره يعني هنا يتجلى مدى أهمية مكون الكتابة في مختلف يعني في واحد الوقت كان نقاش خاصة لما كان المجلس الأعلى للتربية وتكوين كي يشتغل في وضع التصور ديال التدريس حول كلمة التواصل وقع نقاش عمومي حول كلمة التواصل التواصل بالأمازيغية ففهم البعض كما لو أن عبارة التواصل بالأمازيغية كتعني فقط الشفاوي ولكن هناك يبن خلال الكلام ديالكم بأن مهارة الكتابة بالحرف الأمازيغي كتحتل مكانة مرموقة في العملية التعليمية نعم تماما فالكفاية التواصل التي تعد هي الكفاية الأساسية في تعليم اللغة الأمازيغية إلى جانب جمعة من الكفاية الأخرى التي تعتبر عرضانية أو نجدها تتحقق أيضا في باقي المواد ليسا فقط في مادة اللغة الأمازيغية ولكن الكفاية الأساسية هي الكفاية التواصلية يتم تنميتها لصفقة على المستوى الشفعي نتبدأ إذا قاربناها بمبدأ التدرج كما ذكرت آنفا فنجد بأن المتعلم يبدأ في المستوى الأولى باثنمية الجانب الشفعي هو الأول ثم بعدها في المستوى الرابع يبدأ من التالت الرابع ثم الخامس والسادس فينمي الكفاية التواصلية عن طريق الكتابة يعني يمكن تقسيمها إلى كفاية شفعية وكفاية كتابية يعني هي المشكلة للكفاية التواصلية على المستوى تعليم اللغات بما فيها اللغة الأمازيغية نعم كان هناك نقاش تقريباً نطلق منذ 2007-2008 في المغرب حول التدريس ثلاث حروف دفعة واحدة للتلميذ البعض بدأك يتكلم بدأك الوقت ويقول عملية غير ممكنة بيداغوجياً أننا نقريه ثلاثة الحروف للتلميذ في نفس الوقت كان نقريه الحرف العربي اللغة العربية كان نقريه الحرف اللاتيني للغة الفرنسية وكان نقريه حرف تفيناغ هذو بطبيعة الحال هم الناس اللي كانوا من أنصار أننا نقريه الأمازيغية بحرفين غير حرفها الأصلي فإلى أي مدى من ناحية العملية باعتباركم كتمرسوا تعليم وعندكم علاقة يومية مع التلميذ ثلاثة حروف في نفس الوقت للتلميذ في السن يعني دير الابتدائي بالنسبة لحرف تفيناغ فقدر نقول بأنه أبسط الخطوط والحروف التي تلقاها المتعلن في الابتدائي وهذا يعني تبتعه الجانب العمالي أن كذلك الجانب الشكل غير إلا شفنا غير الحرف وقارن والحروف والخطوط وقارن في مبيناتهم ماذا سهولة سهولة هذه الحروف وماذا يسريها في الكتابة كان نلقوا بأن الحرف الوحيد اللي ممكن نرسمه بالأدوات الهندسية هو حرف دي تفيناغ ممكن استعمال الأدوات الهندسية ولكن الحرف الأخرى لا نجد بأن الحرف الأشكال الهندسية اللي كان في خط دي تفيناغ هي الأشكال بسيطة جدا وغير معقدة متلت مربع دائرة وخط هاتي اللي كان نلقوا وكان نلقوا حرف ممزوجة حتى المزج بينها غير معقد المزج إما متلت مع خط أو نصف دائرة مع خط في الزي المفخم والمرقق ونجد مربعات غير مكتملة كان نلقوا مربع كذلك ثم خطط خطط هذا وخطف بسيط جدا هذا فيما يتعلق بالمستوى الأول أن المستوى الأول ينفتح المتعلم على تخطط البداية يقوموا برسم هذه الأشكال الهندسية ثم بعدها يتعلم يتعلم كتابتها وفق المعايير الكتابة فوق الساطر ثم الكتابة في أربعة أسطور ثم الكتابة احترام الشكل ولكن في المستويات المتقدمة الثالث الرابع نجد بأن التلميذ ينفتح على كتابة الجمل ثم النصص وبالتالي ما يسر عملية توظيف اللغوي أثناء الإنتاج الكتابي هي هذه الأبجادية التي وضعها معدل الملك التقافة الأمازالية والمعتمدة في الكتب المدرسية نجدها بسيطة جدا مقارنة مع باقي الخطوط نجد بأن حرف تيفينغ في صوته دائما يحافظ على نفس الشكل أينما كتب نعم دائما نفس الشكل يعني كل صوت له شكل واحد وقار ومستقر سواء جاء في بداية وهذا كان قصت تعقيدات البدايوجية التي كانت في حروف أخرى تماما تماما يعني أن التلميذ لأن الكتابة دون وعي أراها في المستوى الرابع الخامس السادس التلميذ يكتبه بوعي لا يمكن أن يكتب شيئاً لا يعرفه ولا يعرف أن يقرأه ولا يعرف معنى ضروري أن يكون المتعلم يكتب ويعرف ماذا يكتب ماذا ينتج لأنه ينتج نسمير إنتاج كتاب إذن المتعلم من بين معايير تقييم أن يكون ما يكتبه المتعلم له معنى ومنسجم في فقراته يعني أن يكون متكاملاً في الشكل وفي المعنى ثم هناك مبدأ ثاني في الإفبائية كما ذكرت التي وضع المعادة الملكية والإفبائية التي وضعها ويدرسها المتعلم في كتب الدراسية نجد أن كل ما يكتبه يقرأ كل ما يكتبه يقرأ كل ما ينطق كذلك كل ما ينطقه يكتب يكتب تماماً ما كان ننقوش بحل فرنسية كان ننقو مثلاً حروب في آخر كلمة وهي غير منطقة مثل لونتون مثلاً هذا ما كان يشفع في اللغة العمز إذن هذه معايير بسيطة يمكن أن يفهمها الكل تؤكد على أن خطة فينا بسيط جداً يمكن المتعلم حتى في التعليم الأولي وليس فقط في الابتدائي في التعليم الأولي ممكن أنه يتعلم أنه يحرك يدي ويكتب الأشكال الهندسية لخطة فينا ويقرأهم بكل سؤال إذن موضوع المقبولية عند التلميذ ليه موضوع نقاش في بعض الأحيان هو كلام بعيد عن الواقع وعن التجربة البداغوجية تماماً لأن حتى من يطلب كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني يعني ربما لا يعرفوا تركيبة الحرف اللاتيني وأصواته ولم يقارنها مع أصوات اللغة الأمازيغية وتركيبتها يعني هناك فرق كبير وحتى في الشكل ديال الحرف سوف يجعل المتعلم يعني غير لن يستوعب أصوات اللغة الأمازيغية لأننا لا نركز في اللغة الأمازيغية على تعليم فقط الأصوات أو فقط الأشكال بل يجب أن يتمكن المتعلم في قراءة ما يكتب أن يتمكن من قراءة ما يكتب وبأمانة يعني ينطق الأصوات الصحيحة الصحيحة والحروف الأخرى مثل الحرف اللاتيني أو العربي لا تفي بهذا القصد دائماً يعني ممكنش تعطيك ذلك الأصوات ديال الأمازيغية كما هي وهنا يمكن أن نقوله أن حرف تيفينغ هو الحرف الوحيد الوفي فعلاً يعني الجانب الفونيتيكي أو الصواتي في الأمازيغية تماماً يعني لا يمكنه مع هذه المعايير الواضحة بطبيعة الحال لا يمكنه تدريس أو قراءة اللغة الأمازيغية بغير حرفها طيب بركاء قبل أن تابعوا الحوار معكم سيدات السادة كنحلكم على تقرير ثاني كان لقرار تدريس اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفينغ دلالات بالغة الأهمية حيث يرتبط الحرف بالهوية البصرية للدولة والمؤسسات كما يرمز لآلاف السنين من العراقة التاريخية ولقد اكتسب هذا الحرف خلال العقدين الماضيين من تجربة التدريس الكثير من التقنيات ومناهج التدريس وإذا كان البعض يطرح صعوبات تعلمه لدى الكبار خارج المدرسة فإن تجربة تدريسه للأطفال أبانت عن نجاح كبير يعود لأسباب عديدة أهمها ملاءمة خصائص هذا الحرف مع حاجات التدريس وإعطاء التلاميذ بجانب مهارات الكتابة وعيا هوياتيا وثقافيا لا يمكن إلا أن يكون مكسبا للوطنية المغربية وللمدرسة العمومية أستاذ بركاء يعني شنوى المستوات قريبا ديالسن والمستوى الدراسي كذلك اللي يمكن نقوله أن التلميذ كي يضبط قواعد الكتابة بحرف تيفيناغ يعني بهذا المصار اللي ذكرته تدرجي نعم فيما يتعلق بضبط كتابة باللغة الأمازيغية يعني بشكل كامل أو ما يسمى بالإنتاج الكتابي هو يبدأ من المستوى الرابع يعني يبدأ من المستوى الرابع يتمكن المتعلم من إنجاز تمارين تتعلق بإتمام كتابة نص قصير ملء فراغات في النصوص ثم في الخامس وترتيب كذلك إعداد ترتيب نص ثم في الخامس والسادس يتمكن من كتابة نص قصير لنفسه إذن هنا المعايير الأساسية لكي يستطيع المتعلم وتكون له القدرة والمهارة في كتابة وإنتاج مختلف النصوص الكتابية لأن الأمر لا يتعلق فقط كما ذكرت بكتابة نص فوفاءا للمبدأ الثاني المتعلق بالتكامل فضرورة أن يكون المتعلم على ذراية بأنواع النصوص في اللغة الأمازيغية وعلى ذراية بمعجم من دراسي للغة الأمازيغية لأن هذا ما يجعل المتعلم يوظف بشكل سليم المعجم وينجز المطلوب منه يعني أنه معيار أساسي في الإنتاج الكتابي ضروري أن يكون التلميذ ينجز المطلوب مثلا طلبا منه نص إخباري يجب أن يكتب نص إخباري بنحوه وصرفه الأفعال أن يتم صرفها في أزمين المناسبة لهذا النوع من النصوص كذلك ليكون عارف بالفوكابيولير يعني كتوفر له الكلمات ما يكفي بشي حرر الفقرة بشي حرر الفقرة بالخطاب المطلوب منه إذن المستويات من الرابع ثم الخامس والسادس يعني السادس في آخر مستوى السادس يجب أن يتمكن المتعلم من كتابة نص يوظف فيه المؤجم المدرسي يوظف فيه الخطاب المطلوب منه يوظف فيه قواعد الصرف قواعد الكتابة يعني تركب فراغ بين الكلمات وذلك للترقيم المناسب محاس من فاصيلة وعلمة تعجب غيرها من علامات الترقيم ثم الجودة في الكتابة أن تكون كتابة واضحة يعني كما ذكرت دائما يعني هناك تكامل بين جميع المستويات ما تعلمه في المستوى الأول سيحتاجه في المستوى السادس بطبيعة وهذا معناه أن تلاميذ خصوهم يقرأوا هذه المستويات بشكل متتالي مترابط وما يكونش هناك فراغت لأن اللي يبنى الآن هو أن بعض التلاميذ يقرأوا السنة الأولى وما يلقوش الآن ما زيه في السنة الثانية يقرأوا السنة الثانية وما يلقوهش في السنة يعني في ظل هذا عدم التعميم من صعب جدا تتعقق هذا المستوى من الإتقان عند التلاميذ تماما إذن هذا هو الإشكال في تدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها ليس هو الخط وليس هو المنهاج المنهاج موجود هناك إشكال كبير فيما يتعلق بالتعميم تعميم باطئ إلا أقول تعميم غير مجدي لا يجدي نفعا حاليا لأن المتعلم في معظم المدارس المغربية يدرس الأمازيغية في المستوى الأول الثاني إلى حدود الرابع ثم ينتهي المصارد الأمازيغية بالنسبة للمتعلم الخامس والسادس وهما كما ذكرت أساسيا أن في هذه المستويين إذا اكتصرنا على مكوين الكتابة سنجد أن هذه المستويين هما اللي سيبينه واش المتعلم قادر أنه ينتج كتابيا وأنه يستمر قاعدك الشيء اللي تعلمه في مختلف المكوينات مشغل الكتابة كما ذكرت في المعجم في التواصل جميع المكوينات أنه يستمره في الإنتاج الكتابي وفي مختلف المكوينات الأخرى بطبيعة الحال فكتبيا في مستوى الخامس والسادس ماذا تمكن المتعلم من الأمازيغية وعندما تغيب الأمازيغية بالنسبة للمتعلم في هدين المستويين فإنه كأنم يدرسها يعني قاعدك الشيء اللي يحقق تراكم إيجابي كي يضيع كي يضيع بالنسبة للمتعلم حتى في المستوى أول والثاني والثالث والرابع إذا درست المتعلم الأمازيغ هناك إشكالات كبيرة إذا ذكرنا بأن التعميم يعني لا يوجدين فعلا كما ذكرت إن صح تعبير في المستوى الخامس في الابتدائي كاملا بسبب غياب أمازيغية في المستويات المتقدمة الخامس والسادس وأحيانا حتى الثالث والرابع في بعض الهوامش التي نجد فيها أفواج يعني كثيرة بزاف كان نلقوا في مستوى واحد الأول كان نلقوا تمنيت الأفواج لكي يشدون أسد الأمازيغية كاملة في المستوى الأول وبالتالي من تانية الفقراء لا يقرش المتعلم بصفة كيف يفوت للول الثانية مرة لا يقرش الأمازيغية إذا هذا إشكال كبير ثم ذكرت عمل مشكلة الزمن الزمن غير كافي غير كافي بالنسبة لتعليم الكتابة للمتعلم خاصة في المستوى الأول كان نلقوا بأن كتاب تلميذ كان نلقوا بأنه يدير بزاف الأنشطة هذه الأنشطة اللي غير يديرهم بأنه يرسم الأشكال الهندسية وغير يتبع دوك النوقات اللي كانتما في الكتاب كي يأخذوا له وقت بزاف وهو الأستاذ خاصة يكتب له النماذج في الدفتر يعني من اللي غير سيئل في كتاب غير يدوز للدفتر باش يكتب يعود يكتب النماذج دي الحروب هذا الشيء كي يأخذ وقت كبير وبالتالي نصف ساعة بنسبة لمكونات الكتابة غير هذا استعمال الزمن كي يطرح مشكلة ثم كذلك إشكال إشكاليات استعمال الزمن استعمال الزمن بنسبة الأستاذ الأمازيغية الشهر الأول دائما في كل سنة يعني كي يخط معركة معركة نقدر نقول كبيرة مع مع الأستاذ مفتشي المزدواج المزدواج ثم المدير كذلك باش يخرج دك استعمال الزمن لأنه ما تبرمج لاستعمال الزمن خاص بي يعني كان قبل وزراء برمجت استعمال الزمن دي اللغة الفرنسية والعربية أو على الأقل بسبب أن هذا المواد دي العربية والفرنسية والعربية هما عندهم سبق في تعليم يعني دخلوا للمدرسة المغربية قبل اللغة الأمازيغية وبالتالي كتبان دائما اللغة الأمازيغية المادات اللغة الأمازيغية جديدة يعني رأي دخلت من 2003 ولكن دائما يلاحظ أن كتبان جديدة حيث التعميم بطي جدا لأنه ما يشتراكم ليجعلها تقدم تماما ومن اللي يجي الأسد الأمازيغية يلقى رأسوا خصو واللي يدير المجهود باشي قد استعمال الزمن أما هذوق رأى عندهم استعمال زمن ديالهم وبالتالي انت دير المجهود وخرج استعمال الزمن ديالك وخدم إذن دائما يضع هذا الشيء قبل مدرسة الرياضة ولكن إلا جينا سنلقوا بأن المشكلة ستتعمق مع مدرسة مدارس الرياضة ديالكين حاليا واللي الأمازيغية ما كينش فيهم ما كينش فيهم لأن لأن مدارس الرياضة تصور ديال هذا المشروع كيشوف بأن الأمازيغية هي مادة ليست ليست أساسية بحال لا اختيارية بينما هي العكس اختيارية بحالها بحال بعض المواد بحال التربية الفنية يعني هذه المواد هذه ما عندهم مش ذيك الفطرة ديال دعم تعلمات تلاميذ وفق المستوى المناسب طار ما يسمى بطار كتكون في شهر ونصف الأول في السنة وبالتالي هذا الدعم لتعلومات المدير فق المستوى المناسب يقتصر على المواد الأساسية اللي هم الرياضيات الفرنسية والعربية وبالتالي يلقى أستاذ اللغة الأمازيغية راسو ما كينش فإذا الأمازيغية ما غاديش تقرى في هذا شهر ونصف فيما قبل وهناك أخبار بأنه غادي تزاد واحد نصف شهر آخر ستولد شهرين في الدعم وبالتالي إذا كانت شهرين في الدعم كامل كالضياع سيدخل الأستاذ الأمازيغية باشي بدا يقلب على لغة الأمازيغية ساعة وثاني حال باشي يخرج لغة الأمازيغية لغة 15 يوم وبالتالي ستقل يبا ما يقارب ثلاث أشهر ضياع زمن تعلمات تلاميذ فيما يتعلق باللغة الأمازيغية وكهذا هناك يبن أنه لم يكن التزام بإلزامية الأمازيغية اللي هو مبدأ في المنهاج منذ 2003 كما أنه لم يكن اعتبار لرسمية اللغة لأن لغة رسمية لا يمكن التعامل بهذا الشكل داخل النظام تربع يشكل كبير وحاليا هناك أيضا واحد الميز يمارس لدى أساسية اللغة الأمازيغية بسبب كونها كما في المتصور واضع مشروع مدارس الريادة لأنها مادة تانوية لذلك أستاذ اللغة الأمازيغية بدون عدة بزاف المدارس أنا كان في مدرسة الريادة عندي العدة ولكن هناك بزاف المدارس لا يستفيد سيد الأمازيغي من العدة ديله من البي سي من دات شو بشي يعني الوسائل التقنية التي تنجح العملية تماما سيتمكنهم أنهم يدروا الخدمات على أتمام وجه إضافة إلى ذلك القاع يعني هذا القاع زمن تعلمات المحدد في نصف ساعة الحصة مكوين الكتابة مثلا كان قاوه نصف ساعة فقط إلى زدنا بأن أستاذ الأمازيغ لا يوجد قاع لا يوجد قاع عند الأستاذ الأمازيغ يعني كيف يقلب على استعمال الزمان وعلى الوقت يقلب أيضا على الفضاء في نقر ممكن ما يلقاش لأن كي يجي أصلا لا يوجد قاعة في المدرسة حتى إلى القاعة واخذ تكون القاعة يجي يقول لك المدير أو الواقع لا ما يقول لك المدير الواقع يقول لك بأن نصف ساعة ما فيهاش الوقت باش طلع عندك متى تلامدي لك تتخدم من فوق متى وكتخدم في قاعة أخرى بعيدة باش اللغة الأمازيغية وصراحة هناك إرهاق كبير لأن باش ما تكون عندك قاعة وما تكون لوسائل وما تتعطل لون بلوديو ترى صعيبة على الأستاذ وصعيبة على المتعلمين اللي باغين باغين أنهم يقرأوا اللغة الأمازيغية ويتملكوا هكذا اللغات المدرسة في تعلم ابتداء إذن هذا الكلام اللي قلتوها العلاقة بين تدريس حرف تيفيناغ وبين المشاكل الخراط نظيمية اللي كيعاني منها أستاذ لغة الأمازيغية كتبين بأن الكلام اللي كيتقال على أن حرف تيفيناغ مسؤول على تأخر تعليم الأمازيغية لا أساس له في الواقع بل هناك عوامل يعني قاهرة قاهرة وواقعية لجعلت أن الأمازيغ غير معمم تماما عوامل واقعية ما بوش نقول بأنها ممنهجة ولكن هي واقعية حتى برا استمرت حالها استمرت عشرين سنة عشرين سنة وهي مستمر لا يمكن أن نقول بأن طارئة أو صدفة يعني إشكال كبير حالها باقي أن المشكلة تضع لحد نهائي وأن تكون واحد التكافؤ بين اللغات وبين أساتذة والأساتذة كده نعم ونعتقد أن الطبع الرسمي الذي يضمنه أسمى قانون في البلاد الذي هو الدستور يجب أن هذا الأمر أنه تكون أمازيغية مخودة على الاعتبار كغيرها كالعربية التي هي أيضا عندها أو الوضع للغة الرسمية يعني ما يتعلق بالأنشطة الموازية والأنشطة الفنية ما هو الموقع التي فينا فيها لأن تكلمت على أن حرف التي فينا عنده أشكال هندسية مغرية وتتير اهتمام الطفل وكان عرفوا بأن مختلف الحرف كان الجانب الفني الكاليغرافي أن الأطفال كيشتغلوا مثلا في الخط العربي كان الجانب الجمالي والفني في الحرف اللاتيني وكذلك في حرف تيفينغ بدليل أنه واحد العدد كبير ديال الفنانين التشكيليين كيشتغلوا في الكاليغرافية الأمازيغية وفي اللواحات الفنية فإلى مدى إلى أي مدى كيحضر الحرف تيفينغ في هذه الأنشطة الفنية عن التلمي بمسبة الأنشطة الموازية يجب أن نذكر أولا بأنها مغيبة على تدريس اللغة الأمازيغية وكننا جعل نفس المشكلة لأن الأستاذ الإشكال بأن أستاذ اللغة الأمازيغية يعتبره كأستاذ متخصص بحاله بحال الأساسي ذلك كان في التناوي إعدادي والتناوي التأهيلي يعني كيشد بزاف دي الأفواج كيشد تمانية أفواج وبالتالي باش أستاذ اللغة الأمازيغية يشد تمانية أفواج ويشد الأنشطة الموازية شبه مستحيل لأن في الوقت اللي كيخلي الأستاذ الأفواج دياله أراه كيكون عند أستاذ يداخرين يعني إمتى غادي غادي يقدر أنه يفعل أن دي خارج أوقات العمل يعني ما يمكن يفعلون داخل أوقات العمل كما هو العمل بالنسبة للمواد الأخرى يعني يعني صعيبة حيث الزمن دياله اللي هو ثلاث ساعات للفوج أرا أصلا غير كاف يالله يعني يعمل المادة دياله وما كافيش تماما ما كافيش تفل الأنشطة الأساسية في المكونات دياله باش عاد يزيد أنشطة الموازية صعيبة يعني هذا هو الإشكال أما بالنسبة الجانب الفني ديال الخاطط تفينغ فالمتعلمين كيديرون جهود تدخل الحصة المتعلم الدكي المبدع اللي كيسالي قبل الوقت را كيبدأ داخل داخل الفصل وكيحاول أنه يكتب يكتب وسول كيحاول أنه يعمق لمعارف دياله عندي تلاميذ عندي متعلمين نمادي فتعلم تفينغ أنهم كيسالي وقبل الوقت ويجيوا يسولوني على الأصل مثلا ديال ياز مؤخرا وحد تين ميداجة عندي قلت ياز أو استدواش عرفت فيه جار أصل دياله عرفت فعلش داره بحركة يعني بحث كتسول الأخ ديالها بأن ذلك التاريخ ديال ديال ياز أنه القاوة في بعض النقوة صغرية وأنه يعني كان تلاميذ نبدي هذا كيطح علينا سؤال على مدى يلمم تلاميذ بالجانب الهوياتي اللي كي يكسو الحرف واش لما الأستاذ كيبغي يدرس كيبدأ التدريس ديال الحرف في ناغ ويعرف بله واش كيعمل مثلا مقدمات تاريخية وكيبهي الأهمية ديال هاد الحرف في تاريخ المغرب واش تلاميذ كيوعاو بهذا كل هو الأسف الشديد يعني من بين مساوي تعديل الأخير ديال منهج طرباوي للغة الأمازيغية كان نلقوا بأن المقررات الدراسية تم إفراغها من هاد المضمون الهوياتي والتقافي للأسف يعني كان نلقوا بأن المستوى التاني في تفاوين تمازيغ الكتاب القديم نلقوا بأن يعرف بالجدور ديال الخط ديالت فينا كان نلقوا المجزوء الأولى في المستوى التاني تعرف بوحد النقيش اللي كان في تنزولين وذلك الحرف اللي كان فيها وأن هذا ما بقاش ما بقاش كما قلت كان بالتكامل بين اللغات شي اللي يقرأ التنميد في اللغة العربية الفرنسية يلقى في الأمازيغية وبالتالي هذا هذا إشكال كبير لأن التنميد ونحن على أمل أن نتم التعليم على المستوى التانوي الإعدادي والتأهلي وبالتالي يستطيع التنميد أنه يقرأ الأمازيغية في الابتدائي يقرأ نطقا وكتابتان وينتج فيها ومن بعد ينفاتح على التاريخ والتقافة في الإعدادي والتأهلي نتمنى على هذا الأمال ما دم أنه تغير المنهج وهذا يطرح كذلك التواجد الحرف الكتابة في الفضاء العام يعني التلاميذ يقرأ الحرف في المدرسة يشوفه في واجهة المؤسسات يشوفه في البلايك وشهد عنده أطر على مستوى شحد التعلمات وإطارة الاهتمام كذلك لأن كيف نعرف حضور حرف معين في الفضاء العام يعكس الهوية البصرية الإدانتية فيجويل ديال واحد البلد وديال واحد يعني الشخصية التقافية الوطنية ديال هاد البلد تماما بالنسبة الجانب ديال هوية البصرية واش كي اطلع للوعي ديال المتعلمين نقدر نقول استثناء ماشي كما بدأ استثناء المتعلم كي يقدر أنه بعض المتعلمين اللي كي بحثوه كي حاولوا أنه يتعرفوا يتعمقوا في اللغة الأمازيغية كي بحثوه عندي متعلمين كي بحثوه كي يشوفوا مؤسسات كي يشوفوا تيفينها على بره كي يكسبوها ويجيبوها كي يقول لك أنا لقيت تيفينها مكتوبة في ذلك المدرسة اللي كان هي ولا في ذلك المؤسسة اللي كان ولا في ذلك درس شباب يعني كانين ولكن استثناءا لأنه كما ذكرت الكتاب أو المقرر الدراسي هو المسؤول على هذا الجانب لأنه أداة ديداكتيكية أساسية للتدريس للتدريس يعني هو الأداة الأساسية أو الأولى التي يعتمد عليها الأستاذ في تدريس اللغة الأمازيغية وبالتالي من لك تكون يعني فرغة من هاد النوع من المعضة من المحتويات ديل التعميم ديل الطابعة الرسمية سواء وكذلك التذكير المتعلمين بالأصل والجدور ديل هذا الحرف فإن المتعلم لا يقدرش أنه يساير هذا الخط ويبدأ فيه ويزيد يبحث فيه يعني الكتاب المدرسي اللي هو كما ذكرت الأداة الأساسية يعني مادم هو ما يمكنش المتعلم من هاد الجانب ويحفزه أنه يقلب رأى كتكون واقعيا صعيبة صعيبة للمتعلم أنه إلا إلا دار مجهود كما ذكرت وكذلك المحيط مباشر ديله وكالعب دور كبير في هاد الجانب إذا كانت الأسرة المتشبتة بهالتدريس ديل اللغة الأمازيغية وكتساعد وكتعاون في هاد النوع في الإبداع باللغة الأمازيغية فإنه طبيعة لحال سأدير دي البال كما ذكرت الهوية البصارية دي الأمازيغية اللي هو حرف تيفينا في جميع في أي بلاص حرف تيفينا فإنه سيطير الانتباه دياله ويحاول أنه يقرأ ويتعرف على المكتوب وهذا يبين الدور دي الأسرة كذلك في هذه العملية التعليمية ليس فقط المدرسة والمدرس بل الأسرة أيضا عندها دور كبير طبيعة الحال دور كبير ونقدر نقول لك بأنه في المدرسة السابقة اللي كنت فيها كانوا تلميذ مجتهد جدا مجتهد وكيف أن الأسرة خلاته لا يبقى شيئة بالأمازيغية أن نسمع بأن الأمازيغية سيركز على مواد أخرى أساسية وأن الأمازيغية تانوية خلاته أنه يريد ما زال يكتب ليه في الدفتار يعني أبسط حاجة أنه يكتب يعني عارف الحروف ولكن يكتب يكمل المعرفة دياله ويكتب في الدفتار ما تيبغيش تتعطي يعني كان مجتهد وكانت يكتب يعني الأسرة ممكن تكون تلعب دور إيجابي ولكن ممكن كذلك أن تلعب دور سيلبي وهذا كيدل على أن الأسرة ستكون مساعدة في إنجاح العملية التعليمية لجميع المواد ويكون هناك وعي في الأسرة بأهمية هذا الدور ليعطي التلميذ واحد ثقة باش يقدر ينجح في مختلف المواد تماما تماما وكان نلقا بأن المنهاج هذا خيار ديال الوزارة كان نلقا بأن المنهاج الجديد يؤكد بأن التعليم اليوم يعني تعليم بصفة عامة اليوم يعني يعتبر يجب أن يعبأ لكل جميع المؤسسات بما فيها الأسرة يجب أن تعبأ للتعليم لا يمكن المدرسة لها المهمة ببعدها لأنه لا يمكن مستحيل لأن المؤسسة الأولى عند الطفل أو التلميذ هي الأسرة هي الخلية الخصاسية المجتمع والتنشئة الاجتماعية كذلك تماما حتى التعلمات دياله في المدرسة را كي يديها للأسرة باش يدي لها تقييم و باش كيف يفعلها في المحيط دياله المباشر كي يحاول المتعلم أنه يفعل دك التعلمات واشفيها لأنك تنطبق مع الواقع المعيش دياله ولا لا إذن رأى الأسرة أساسية ثم الإعلام ثم مؤسسة أخرى إذن الأسرة أساسية جدا في العمل التعليمي التعليمي وهذا كي بيين الأهمية ديال الوعي المواطن العموم لأنه كان هضروع الأسرة كان هضروع الوعي ديال الأب وديال الأم وهذا معناه أن الوعي المواطن في المجتمع لما يكون فهم الأهداف الكبيرة ديال المؤسسة التربوية والأهداف الكبيرة كذلك ديال القرارات الرسمية ديال الدولة فهذا كيساعد العملية التعلمية لأنه كنت أذكر يعني في 2003 لما بدأت تعليم اللغة الأمازيغية كانوا هناك أباء ليرفضوا أن أولادهم يتعلموا الأمازيغية ولكن فيما بعد اكتشفوا بأن كل اللغة كيتعلمها كنا نهضر هنا على الأسر أغابوفونيا يعني عربوفونيا وليست ناطيقة بالأمازيغية كبير أن كل اللغة هي قيمة مضافة كبيرة بالنسبة للطفل يعني هناك موسابقات كتدار حول القراءة كتكون فيها غالبا العربية أمازيغية هذا كترح السؤال عربية فرنسية قل ما نجد الأمازيغية حاضرة هذا كترح السؤال على المهارة دي التلميذ في ملكة القراءة بحرفة فينغ بسرعة يعني واش هذا لما كيوقع دك التعليم المتدرج حتى السنة الرابعة الخمسة واش كتكون الملكة القراءة مضبوطة عند التلميذ في المستوى دي إيجادة إيجادة مهارة القراءة هذا بنسبة إلى وقفنا عند الخصوص هي اللي كينا في تعليم الأغلة الأمازيغية اللي بعدم استمرارية دي التعلم لغة الأمازيغية في المستويات المتقدمة من الرابعة والخمسة والسادس فإن الأمر يقف عند المتعلم المبدع أو اللي عنده الملكة دي ممكن يقوله النبو تفوق متفوق بحيث يقرف الدار يعني هذا المتعلم هو اللي عليه آمال أنه يقرأ الأمازيغية أما دون ذلك فيصعب فضيل كما ذكرت في مستويات من الأول الثاني والتالي يصعب ورأة الرابعة يصعب أن المتعلم يكون يعرف أنه يقرأ ويتقن القراءة بصفة في المنهاج سأحدد الكفاية دي القراءة في عدد الكلمات التي يجب أن يقرأها المتعلم في الدقيقة يعني المتعلم في المتعلم تالي المستوى الرابع أنا ما زال لا يقدرش أنه يقرأ بصورها وأنه يقدر يفهم المقراءة ما زال عنده المعجاب ناقاس ما زال عنده بزاف ديال الكفاية ما زال موصل لهم بزاف ديال في جميع المكونات في المعجاب لأن القراءة يلجينا الكتابة والقراءة في المستويات كاملة كان لقوا في وفق المبدأ ديال التدرج كان لقوا مقصمة على جوج القراءة من أجل تعلم يعني تعلم القراءة ثم في المستويات رابعة خمسة رابعة الخمسة السعديس كان لقوا بأنه يقرأ من أجل الفهم يقرأ بأشي فهم يعني تغري كان أقول تغري الموض تغري الأول الثاني التالي يعني أو تعلم القراءة ثم تغري الموض القراءة من أجل التعلم يعني ضروري باش يكون المتعلم يتمكن ضروري أنه يقرأ الأمازيغية جميع المستويات على الأقل المستويات على الأقل المستويات باش يقدر أنه يقرأ ويفهم شنو يقرأ وكذلك يكون يتمكن من الخطاب وطريقة الإلقاء وكذلك احترام العلامة التقيم وبالتالي يعني هذه الكفايات هذه أو هذه القدرات هذه ما كيجيوش في المستويات الأولى كيجيو تالي المستوى الرابع ثم الخامس ثم السادس إذا بغينا نعمل خلاصة لهذه الحلقة هذه يمكن نقوله أنه في النهاية حرف دي التعليم باش يتقنوا التلميذ خاصة تكون المقويمات كلها دي العمل التعليمية والشروط متوفرة وهذا ليس هو الأمر بالنسبة للأسف لتدريس اللغة الأمازيغية تماما تماما يعني بدءا بالوسائل الدراكسيكية فالدعام المستعملة لتدريس اللغة الأمازيغية فكباقي اللغات يجب أن تكون دات راهينية يعني تكون دابة دي الان يعني آنية المتعلم الآن كيستعمل الهاتف وكيستعمل طب لي ما يمكنك دابة نرجعه ونقريه بالصور العادية أو ربما بالحوار الجاف حالك يعني ضرورة أن تكون الدعمات التكنولوجية الرقمية متوفرة للمتعلم باش أنه يقدر يساير العملية التعليمية التعلمية ثم ما يتعلق بالزمن ضروري استعمال الزمن يجب أن يتضبط ويصبح رسمي بحل جميع الوغة تماما وكذلك والقسم كذلك الوقت المخصص لتدريس اللغة الأمازية والوقت والفصل دراسي يكون متوفرا نعم للأستاذ ويكون أستاذ القسم حب هذا لو يتم لأن الآن ما يتم فعله فيما يتعلق بالتعميم اللغة الأمازيغية يتم تعميم الأستاذ وليس تعميم اللغة الأمازيغية يتم تعميم الأستاذ هناك تكلفات للأساتذة بثلاث مدارس هذا يعني بأن الوزارة تتجه نحو تعميم الأستاذ يعني أن يتم حصد أرقام على حساب جهود الأستاذ وعلى حساب عمل الأستاذ بينما الاتجاه الصحيح وتوفير الموارد البشرية الكفاء الكافية ولما لا أستاذ أو ثلاث أستاذ بمؤسسة واحدة تماما وتوفير جميع الوسائل الدكتكية وتوفير فضاء ملائي متكافؤ الفرص بين جميع الأستاذ بمدرسة واحدة يعني هذا هو الذي سيجعل الكتابة وجميع مكونات اللغة الأمازيغية والأمازيغية وتدريسها سينتجوا وسيكون ذات ذات فعالية وذات جودة بطبيعة الحال سيد طيب بركاء أستاذ اللغة الأمازيغية بالرباط نشكرك ثاني ميرتنيك نشكرك على الإسام في هذه الحلقة لإضاءة الجانب المتعلق بتدريس الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفينغ سيدة أستاذة مشاهدات مشاهدي الأعزاء كالعادة قبل أن نختم الحلقة ديالنى نقدمه بعض الإصطارات الإبداع الأدبي الأمازيغي سيد أحمد حداشي أيه لهو شاعر اللي سبق عنده إصدارات في المجال للشعر أصدر رواية يعني كعمل إبداعي جديد بعنوان تيضماس وهكذا ينتقل الشاعر إلى الإبداع النتري وإلى السرد لكي يضرز أيضا ويظهر موهبته في هذا المجال الإبداعي جميلة إيريزي أصدارت تيدار وهي مصرحية بالأمازيغية وأيضا ملعيد عدناني أصدارت أديس نوشن وهي عبارة عن رواية باللغة الأمازيغية هكذا نجيو نهاية هذا الحلقة إلى اللقاء في حلقة قديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر